بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الوجه الثالث من الجواب في قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناها قاتل الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلوكم أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع وَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَلَا تَعْتَدُوا بِقِتَالِهِمْ لأنهم لا يقاتلونكم ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعم برأيه أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِلْ لَهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب دفع إهام الاضطراب في سورة البقرة وبيّن وجه توفهم الاضطراب الوارد فيها حيث إن الله تعالى أمر هنا بقتال الذين يقاتلوننا فقال وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ يقول رحمه الله في إبداء وإظهار وجه التعارض يقول تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم وفي آيات أخر جاء الأمر بقتال الكفار مطلقاً كقوله وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِي سَبِيلِهُمْ وكقوله تعالى فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُوبُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وقوله تقاتلونهم أو يسلمون وذكر في جواب ما يتوهم من تعارض بين الآيتين ثلاثة أجوبة الجواب الأول صدره بأن أحسنها وأقربها وأن ذكر الذين يقاتلونكم في الآية ليس تخصيصاً ولا حصراً إنما هو بيان موجب المقاتلة الذي تستدعيه النفوس وتقبل عليه فهو نظير ما ذكر الله تعالى من الآيات الحاثة التي رغب فيها في الشيء مستنداً إلى ما يقوم في النفوس من دوافع فإن الدافع إلى مقاتلة الذي يقاتلك أقوى من مقاتلة الذي لا يؤذيك أليس كذلك؟ فإن النفوس ترغب في دفع أذى المؤذي أكثر منها في دفع من لا أذى منه أو من لم يبادر بالأذى ولهذا قال أن المراد بقوله قال في جوابه أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم هذا الوجه الأول وبالتالي هذا القيد لا مفهوم له فلا يفيد الحصر وبالتالي لا يخالف الآيات التي جاء فيها الأمر بقتال عموم المشركين والكفار واضح لأن هذا ليس له مفهوم مخالفة إنما خرج ما خرج التهييج والتحريض على القتال وحث النفوس على المبادرة للاستجابة الوجه الثاني أنها منسوخة هذه الآية التي في سورة البقرة منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبالآيات الأخرى التي فيها الأمر بعموم المقاتلة وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا هكذا قال ونبهت في القراءة السابقة على أن قوله هذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا إشارة إلى أي شيء إشارة إلى أنه ليس هناك جزم بهذا القول من حيث تطبيق العمل لعدم العلم بالمتقدم من المتأخر في هذه الآيات ومن شروط النسخ العلم التاريخ لمعرفة المتقدمة المتأخر وذكر رحمه الله جملة من الأجوبة وقال إن هذا بالنظر إلى التدرج في القتال التدرج في مشروع القتال أنه في الابتداء أذن بالقتال ثم بعد ذلك أمر به في حق الذين يقاتلون ثم جاء الأمر عاما في حق كل من كان مشركا كافرا هذا هو الجواب الثاني لكن هذا يفتقر إلى العلم بالتاريخ الجواب الثالث وهو اختيار ابن جريب ويظهر لي أنه الصواب وهنا يتبين المؤنف لما قال أحسنها وأقربها ليس ترجيحا قد يستحسن العالم قولا لكن لا يرجحه ومثله قولهم في بعض العبارات له وجه حسن أو قوي أو فيه قوة أو ما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكون هذا ترجيحا لا زي ما إذا نص مثل السياق هنا حيث قال ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناه وقاتلوا الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلوكم سواء باشروا ذلك أو لم يباشروا باشروا ذلك أو لم يباشروا ومعلوم أن الكفار من شأنهم مقاتلة أهل الإسلام ولو لم يباشروا ذلك لمانع أو لعارض أو لعلة أو لهدنة أو لغير ذلك من الأسباب العارضة قال أما الكافر الذي ليس من شأنها القتال كالنساء والذرار والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلام يعني عهد فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم ويدلوا لهذا الأحاديث المصرح بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه هذه ثلاثة أجوبة ذكرها المصنف رحمه الله كلها له وجه الحسن إلا أنه رجح الأخير ووجهه ظاهر وجه ترجيحه ظاهر لأنه يتفق مع الأول في كونه لا مفهوم له ليس له مفهوم مخالفة لأن المقصود هنا بيان من شأنه المقاتلة باشر ذلك أو لم يباشره نعم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية هذه الآية تدل على طلب الانتقام وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة كقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية وكقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام كقوله فاصفح الصفح الجميل وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وكقوله ادفع بالتي هي أحسن وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واضح توهم الاضطراب بين الآيتين في الآيات الأول ذكر الله تعالى الإذن في مقابلة الإساءة بالإساءة وجزاء سيئة سيئة مثلها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أذن بمقابلة الإساءة لكن قيد ذلك بالمثلية والمثلية هنا في الجنس وفي القدر في الجنس جنس المعاقبة وفي قدرها ثم جاء في آيات أخر نادبا إلى الصفح والعفو فاصفح الصفح الجميل ادفع باللتي هي أحسن خذ العفو وأمر بالعفو وعرض عن الجاهلين والكاذمين والغير والعافين عن الناس إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها فما الجواب يقول رحمه الله هو الجواب عن هذا أي هذا التوهم الوارد في هذه الآيات بأمرين الأمر الأول أحدهما أن الله بيّن مشروعية الانتقام أن الله بيّن مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو ويدل لهذا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم له خير للصابرين وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا هذا هو الوجه الأول أن الآيات التي فيها مقابلة الإساءة بمثلها تفيد الإذن قوله رحمه الله أن الله بيّن مشروعية الانتقام أي الإذن به وقد يكون مستحبا فيما إذا كان ذلك محققا للمصلحة لأن المشروعية هي مجيء الإذن بالنص كقوله تعالى وأحل الله البيع البيع مشروع دليل مشروعية النص على إباحته فكلمة مشروعية تفيد أن الشرع جاء به قد يأتي به إباحة وقد يأتي به استحبابا وقد يأتي به وجوبا هذا في الغالب عندما تطلق المشروعية كثير من الناس قد يتوهم أو من طلبة العلم يتوهم أن كلمة مشروع تدل على أنه واجب أو مستحب هذا قد يكون غالبا لكن المشروعية تشمل مجيء الشرع بحكم فيه إما بإيجاب وإما باستحباب وإما بإذن فقوله هنا أن الله بيّن مشروعية الانتقام أي إباحته وقد يكون مستحبا قال الله تعالى فمن عفاه وأصلحه فأجره على الله فجعل الأجر المرتب على العفو مشروطا بالإصلاح وليس مجرد العفو المطلق فإذا كان العفو يفضي إلى مفسده ويؤدي إلى مضرة فإن الشرع لا تأمر به ولا يؤجر عليه الإنسان إنما يكون ذلك فيما إذا كان العفو محققا للمصلحة قد يشتبح الإنسان هل في العفو مصلحة أو لا عند ذلك يقال الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة فعند الاشتباه يرجع إلى الأصل وهو أن العفو أحب إلى الله من المؤاخذة والمجازات بالمثل نعم إذن هذا هو الوجه الأول أن ذلك على وجه البيان المشروعية الإذن والإباحة وأما الآيات التي فيها الأمر بالصفح والعفو والدفع بالتي هي أحسن والإعراب على الجاهلين كل ذلك على وجه الاستحباب وهي مرتبة عالية وفضيلة رفيعة يندب إليها المؤمن إذا كانت محققة للأصلح الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه والعفو له موضع كذلك وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا جاريته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته فعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله فالانتقام في مثل هذا واجب وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا الآية أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب لخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل وقد قال أبو الطيب المتنبي إذا قيل حلم قال للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل طيب هذا الوجه الحقيقة ليس ببعيد عن الوجه السابق إنما هو مزيد إيضاح وتبيل لأن الوجه السابق ذكر أن الجمح هو بيان مشروعية الانتقام فيما أمر الله تعالى فيه بمقابلة الإساءة بمثلها أما الآيات التي فيها العفو فذلك بيان للفضيلة هنا يقول أن العفو والانتقام دائر على تحقيق المصلحة فللعفو مواضع وللانتقام مواضع فيكون ما أمر الله تعالى به من الانتقام في مواضعه التي تتحقق به المصالح الشرعية وأما ما أمر به من العفو فهما فيما إذا كان ذلك محققا لمقصود الشارع من المصلحة وضرب لذلك مثلا فيما إذا كان العفو يفضي إلى انتهاك محارم الله فإنه لا يكون مأمورا به بل يكون الواجب مقابلة الإساءة بمثلها والانتقام من المعتدي لكف أذاه وصيانة حرمات الله عن الانتهاك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه كما في الصحيح الحديث أنس رضي الله عنه لكنه إذا انتهكت محارم الله عرف ذلك في وجهه فما ذكره في الوجه الثاني مزيد إضاح للوجه السابق وليس وجها مستقلا فيما يظهر لي والله أعلم إلا أن يريد بالمشروعية هالإذن وفي الوجه الثاني أن حكم الانتقام يختلف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا فهنا قد يلتمس أنه وجه آخر لكن فيما يظهر لي أن الجواب واحد وأن الوجه الثاني بسط وإضاح للوجه الأول واضح يا أخواني نعم قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم هذه الآية الكريمة إذا قيل حلم في بعض النسخ إذا قيل رفق أو رفقا أو حلما في وجه ترى للنسخة اللي عندكم إذا قيل حلما أي أحضر حلما لكن اللي في أكثر ما وقفت عليه غير منصوب إذا قيل حلما أو رفقا فللحلم موضع يعني ليس كل ما يطرفه الحلم والرفق يكون الرفق هو الأحسن وحلم الفتى في غير موضعه جهل وذلك أنه يفضي إلى فساد يقول أيضا أبو العلا يقول أبو الطيب المتنبئ وضع النداء موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع النداء يعني المعاقبة في موضع العفو مضر بالعلا أي بمعالي الأمور كما أنه وضع رفق في موضع الحزم مضر نعم قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفطت أعمالهم هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر بذليل قوله فيمت وهو كافر وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون واضح آية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر هذا القيد فأولئك حبطت عمان في حبط العمل قيده الله تعالى في آية البقرة بالموت على الكفر في آية أخر جعل الحبط لوجود الكفر ولو لم يمت عليه ومقتبى هذا أنه إذا عاد إلى الإسلام عاد صفرا ليس له من عمله الذي عمله قبل الردة شيء شيء ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لأن أشركت لحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فما الجواب يقول والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات آيات الإطلاق وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله تعالى نعم هذا واضح أن قوله تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هذا مطلق يفيد حبط العمل مطلقا بمجرد حصول الكفر لكن في قوله تعالى ومن يردد منكم عن ديني فيموت وهو كافر هذا قيد وإذا تعارض المطلق والمقيد فالقاعدة حمل المطلق على المقيد وعلى هذا جماهر الأصوليين ولذلك قال هذه من مسألة تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصول هذا ما يجري على قواعد الأصول ويستقيم على القواعد الأصولية وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق ولم يذكر رحمه الله حجة مالك لم يذكر حجة مالك في هذا وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله والعل محتج به مالك أنه إذا حبط فإنه قد زال وانتهى فحبط الشيء ذهابه وتبدده وهلاكه فعوده إلى الإسلام بعد ذلك لا يصحح عمله ولا يجمع ما تبدد وفني لكن فيما يظهر أن ما رجح ونصنف وما جرى عليه جمهور العلماء أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه الإمام مالك نعم قوله تعالى لا تنكح المشركات حتى يؤمن هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لا تمسكوا بعصم الكوافر الآية وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر الكتابيات وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وجه التعارض قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هذا نص عام في تحريم نكاح كل كافرة وجه ذلك أن الشرك يدخل فيه الكفر فإذا أطلق الشرك شمل الكفر بكل صوره وكذلك الكفر إذا أطلق دخل فيه الشرك فالشرك والكفر لفضان كل واحد منهما يدل على الآخر في حال الانفراد وأما في حال الاجتماع يكون الشرك أخص من الكفر يكون الشرك نوع من الكفر وهو أخص مثل ما ذكر الله تعالى في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فجعل الكفر شاملاً لأهل الشرك وميز عنهم أهل الكتاب وعلى هدف الكفر دائرته أوسع العلاقة بين الكفر والشرك عموم وخصوص مطلق فكل شرك كفر وليس كل كفر شركاً هذا في حال الاجتماع أما في حال الإطلاق الانفراد فالشرك يطلق على الكفر كما الكفر يطلق على الشرك ومنه قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فجعل الشرك مقابل الإيمان ففهم منه أن كل ما كان خارج الإيمان فهو شرك وكفر فشمل هذا الكتابيات والوثنيات إلا أنه قد جاء في آية المائدة وهي من أواخر في سورة المائدة وهي من أواخر السور نزولاً الإذن بنكاح الكتابيات في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم فأذن الله تعالى في نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلنا والاتفاق أن المراد الذين أوتوا الكتابة اليهود والنصارى فتوهم المعارض بين هذه الآية والآية التي في سورة البقرة الجواب على هذا نجعله إن شاء الله تعالى الدرس القادم